الانترنت والشراع عن الانترنت والشحن من الانترنت كل هاي مشاكل بنواجهها كعرب داخل الدول العربية فاليوم ان شاء الله معاي شرح لشركة راح تقدم لك خصهم 20% بمناسبة شهر رمضان على الشحن تبعها وكمان بإمكانك تستخدم هاي الشركة على أساس انك تشتري من المتاجر الأمريكية وتشحن إلها بعدها تشحن لدولتك طبعا بأقل الأسعار وأرخص التكاليف والحلو بها الشركة كمان بتقدم لك 30 يوم بإمكانك من خلالهم انك تجمع شحناتك كل ياتها عشان ترسلها مرة واحدة إلى بلدك على أساس انك توفر على حالك بقيمة الشحن بدل ما تشحن كل غرض لحاله فإذا كنت مهتم في الموضوع خليك معاي ويلا ننتقل إلى الشرح سلام عليكم أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهالفيديو من جديد طبعا زي ما حكينا اليوم رح نحكي عن كيف تحصل على تخفيض بمناسبة شهر رمضان على شحن أغراضك من أمريكا من أي موقع أمريكي طبعا سبق وشرحت موقع US Address موقع US Address.com هو عبارة عن موقع لشحن المنتجات وسيط بينك وبين الموقع اللي انت بدك تشتري منه يعني فلنفرض دك تشتري من أمازون دك تشتري من إي باي دك تشتري من أي موقع أمريكي بإمكانك تستخدم هالموقع وتشحن من خلاله خلينا نتعرف على مميزاته بشكل سريع زي ما أنت شايف بحكي لك لماذا تختار US Address لشحن مشترياتك من أمريكا بحكي لك إمكانية شراء منتوج من المتاجر الأمريكية التي لا تشحن إلى الدول العربية هاي أهم إشي بحكي لك أسعارنا رخيصة وعادلة نحن نشحن لأكثر من 200 دولة بحكي لك تأمين شحن مجاني يعني لو خربت بضاعتك ويجا لا سمح الله بأمنو لك عليها وبتفعو لك المبلغ بحكي لك إمكانية دمج الشحن أي أنت تشتري من متاجر مختلفة ونحن ندمج كل مشترياتك في رزمة وشحنة واحدة كي يتوفر أكثر يعني فلنفرض أنا بدي أشتري خمس أشياء الخمس أشياء بدهم ينشحنوا كل واحد لحاله إذا بدي أشتري مباشرة من أراميكس ولا أي موقع ثاني للشحن فلنفرض كل إشي وزنه كيلو 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 خلينا أفتح الألة لحاسبة خلينا نحكي مثلا مثلا أراميكس بتأخذ على الكيلو 6 دنانير نحكي 6 دنانير ضرب 5 قطع هاي كل واحد دون شحن لحاله مع أراميكس بطلعوا 30 دينار شحن 30 دينار شحن غير سعر الخمس قطع كل قطعة سعرها مبلغ طيب فلنفرض أنا بدي أشحنهم هون معهم خمس قطع وزنهم خمس كيلو طبعا مع الخصم بدي يطلع معاك مثلا الشحن خلينا نفرض 25 دينار 20 دينار 15 دينار يعني فيه توفير كبير في عملية الشحن لما تدمج الشحنة طيب هنا بحكي لك كمان تخزين مجاني بمخازنة حتى 30 يوم يعني بإمكانك تشتري من مليون موقع وتنساهم عندهم لمدة شهر في نهاية الشهر بجمعو لك كل شحناتك وبرسلو لك إياه مرة واحدة على أساس أنك ما تتغلب في تتبع الشحنة ومثلا ترسل 6-7 شحنات وكل واحدة تصير تسأل وين صارت وين راحت وين إجت لا كله بكارتونة واحدة بشحنة واحدة بإمكانك تتبع كل أغراضك مرة واحدة طبعا راح تحصل على 20% خصم على شحن المنتجات بمناسبة شهر رمضان بيحكي لك سجل الآن وحصل على عنوان أمريكي مجاني و20% تخفيض على أول شحن تقوم به فانتهزوا هاي الفرصة وإشحنوا أشياء كثيرة بأول شحنة عشان تستفيدوا من الخصم طبعا بيحكي لك رجاء تعبئة التفاصيل باللغة الإنجليزية فقط تعطيه الاسم الشخصي اسم العائلة البريد الإلكتروني الجنس من هون تختار ميل ذكر في ميل أنثى وبتختار له دولتك من هون إش هي تمام زي ما احنا شايفين بعد ما سجلنا بحكي لي شكرا جزيلا لتسجيل حسابك خلال اللحظات سيصلك بريد إلكتروني يحوي عنوانك الخاص في أمريكا اشتري من متاجرك المفضلة في أمريكا ووفر 20% على شحنك الأول استعمل الكود رمضان 17 طبعا راح أخذ الكود أخليه معي بنحكي له تسوق الآن طبعا زي ما احنا ملاحظين بحكي لك من هون بإمكانك تشتري من أكثر من مكان من إي باي من وولمارت من كل هاي الأشياء في كثير شغلات بعرفهاش أنا خليني أفتح إيميلي وأشوف العنوان الأمريكي اللي إجاني طبعا زي ما احنا ملاحظين بعد ما نفوت على الإيميل راح تيجي عنوانها This is your free US address زي ما أنتو شايفين هي أعطوني عنواني طبعا لما بدك تروح تشتري من أي موقع مثل زي أمازون تدخل بحكي لك مثلا بدك تشتري الأشياء الفلاني وانت بدك تشحنه طبعا بدك أمازون يشحنه لك فأنت أمازون راح يطلب منك تدخل بياناتك راح يطلب منك نفس هاي المعلومات بالزبط فأنت كل اللي عليك فقط تأخذ هاي الأشياء كوبي وتحطها في المكان اللي موجود في أمازون باست يعني عند الفرست نيم بتيجي عند الفرست نيم هون بتأخذ سعيد وبتحطها بالفرست نيم اللي موجودة في أمازون تأخذ الاسم الأخير الموجود هنا وتضعه في الـ last name الموجود في امازون الـ address line 1 تضعه في الـ address line 1 الـ address line 2 في الـ address line 2 الـ city في الـ city الـ state في الـ state الـ zip code بالـ zip code الـ country بالـ country والـ phone بالـ phone نفس المهمة هنا تأخذهم وتنقلهم على الجهة الثانية في المكان الذي تشتري فيه كان امازون و اي باي ايش مكان يكون الموقع طبعا زي ما احنا ملاحظين باعطيك باسوردك اذا انتوا شايفين هون بس طبعا راح اكون مغبش عليها وبحكي لك to login to your account click here بإمكانك تكبس هون عشان تدخل على حسابك فخلينا ادخل على حسابي واخذ الـ password copy وزي ما احنا شايفين بعد ما فتت على الحساب طبعا عشان شوف كيف عشان يجبروك تفتح ايميلك او الرسالة اللي جاي كمان بودو لك فيها الـ password زي ما انتم ملاحظين بعد ما فتت على الحساب هاي معلومات الشخصية وعنواني الامريكي هاي هون اللي بإمكانك من خلاله انك تأخذه وتحطه في المواقع اللي بلك تشتري منها طبعا فكرة الموقع انه انت ايش بتعمل تأخذ عنوان امريكي من هون تفتح عنوان بريد في امريكا بمجانا من خلال هالموقع وبتشحن بضاعتك عليه وهم بيحوشو لك بضاعتك اذا حبيت انك تحوشها وتجيب اكثر من شحنة وترسلهم مرة واحدة بتخليهم عندهم لحد ما انت تجمع الاشياء اللي بدك اياها بعدين بتطلب منهم الشحن رح يرسلو لك اياها على بيتك يعني انت كل اللي عليك من خلال هالموقع انك فتحت بريد في امريكا كأنك عايش في امريكا تيجيك البضاعة عليه بعدين هم بودوا لك البضاعة لبيتك وين ما كنت تكون طبعا من هون بإمكانك تغير الاشياء اللي بدك اياها هون مايشبينج ادرس هون بتحط عنوانك اللي انت فيه اللي انت حاليا فيه يعني انا في الاردن بختار عنواني هون في الاردن عشان هدول يشحنوا للبضاعة اللي اجتهم من موقع امازون بعد ما تحط عنوانك هون بشكل صحيح بتحكيله دان طبعا في حال كنت بدك شرح كامل لهالموقع رح كنت تاركلك رابط اسفر الفيديو شحنته زمان واذا كنت حاب انك مثلا تعرف كيف تكتب عنوانك بالطريقة الصحيحة الاحترافية كمان رح كنت تاركلك فيديو عشان اذا كنت عندك مشاكل بكتابة العنوان تعرف تكتب عنوانك بطريقة احترافية باستخدام الخريطة وتحدد عنوانك بشكل صحيح 100% على اساس انك تكتب عنوانك بشكل صحيح وهذا كان كل اللي معي بهالفيديو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم اذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك فيها ويرات تشوف الفيديوهات اللي رح تظهر لك هون بجانب الشاشة لهون صار لازم اودعكم وحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته